موسيقى موسيقى حتى لو في انتخابات تخيل حضرتك ان في انتخابات في النادي الاهلي خلال هذه الفترة انتخابات ان شاء الله يوم 26 نوفمبر والكل كل الامور ماشي زي الفل كل الامور ماشي زي الفل مفيش حاجة رايحة في اتجاه معين او رايحة في الاتجاه ده او رايحة في الاتجاه ده لا كل الامور بسم الله ما شاء الله ماشي في اتجاه ازاي تكسب الفترة اللي جاية ازاي تحضر في كرة القدم ازاي تحضر الفترة اللي جاية هنعمل ايه هل هنسافر هل هنقعد هل الفترة اللي جاي حيبقى فيها كلام مع موسيماني ومع اللاعبين اللي موجودين بعيدا عن المنتخب هنعمل معسكر ولا مش هنعمل الدنيا هتبقى ماشية ازاي كابتن سيد عبدالحفيز موجود هو وكابتن امير توفيق في الامارات لترتيب ما سيحدث خلال الفترة القادمة امور كثيرة جدا دائما ما بتشوفش الحاجات دي غير داخل النادي الاهلي فقط داخل النادي الاهلي بس اللي حضراتكم شايفينه ده كل الامور ماشية دنيا ماشية اللي يروح النادي او للناس اللي بتروح النادي اعضاء الجامعية العمومية يعرفوا ان الامور ماشية بشكل كويس جدا جوه الجامعية العمومية في او جوه النادي في الشيخ زايد او جوه النادي في الجزيرة او جوه النادي في مدينة ناصر كل حاجة ماشية وكل حاجة رائعة في ظل ايه في ظل في وجود انتخابات ام موجودة داخل النادي الاهلي ان شاء الله يوم 26 نوفمبر كل أعضاء الجامعية العمومية يكونوا متواجدين علشان ينتخبوا من يجدوا أصلح من وجهة نظرهم في النهاية الجامعية العمومية في النادي الأهلي معروفة أن هي دائما تنتخب الأصلح للنادي الأهلي بعيدا عن أي أسماء وبعيدا عن أي شيء الجامعية العمومية في النادي الأهلي هي دائما اللي بتنتخب اللي بتراه أصلح للنادي الأهلي خلال الفترة القدم كان مهم جدا أن أتكلم مع حضراتكم لأنه بشوف اللي بيحصل في أندية أخرى وبشوف إيه اللي بيحصل فيه انتخابات معينة هنا انتخابات هنا اتحادات سواء أندية بتجد إن كل الأمور فيها لغبطة الدنيا بتلاقي من لغبطة لو أي نادي آخر غير النادي الأهلي تلاقي إن الدنيا فيها لغبطة والأمور فيها أصل احتمال يحصل حاجة مع الفرقة أصل احتمال اليد يحصل لهم كذا الطائرة يحصل لهم كذا لكن النادي الأهلي كل أموره ماشية بسيستم معين بسيستم النادي الأهلي اللي ييجي 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 مجلس الأدارة اللي موجود هيكمل لغاية نهاية مدتو الشهر اللي باقي أو أقل من شهر لغاية يوم 26 نوفمبر وبعد كده المجلس اللي جاي حييجي ويكمل ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية النادي الأهلي مختلف في كل شيء النادي الأهلي مختلف حتى في انتخاباته حتى فيه الانتخابات دايما تلاقي الانتخابات دي بتبقى عاملة رابكة لكل الأندية ولكل الأمور أي حد عنده انتخابات تبقى عنده رابكة ولكن النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين الأمور مستقرة الدنيا ماشية كل حاجة ماشية ومحدش بيتكلم في حاجة غير أن النادي الأهلي إزاي يتم استعداداته بكل قوته خلال الفترة اللي جاي علشان يعود لما الدولي يعود مرة أخرى نقدر نكسب التلت مطشاط اللي قبل التوقف الدولي اللي قادم وهكذا وهكذا وهكذا